وإلى العراق لا أعلم مشاهدين الكرام أن الطمع سلوك يبتلى به بعض الناس ولا يشفى منه صاحبه بل يزداد شرها مع الوقت ويصبح متعلقا أو متعلقا به إلى حد يمكن أن يهدي به إلى الهاوية الحديث هنا ينطبق على حالة فتاة عراقية اختطف أقرباؤها أو اختطف أقرباؤها والدتها طمعا في إرثها كم نعرف الهاشيم انتشر فيديو لهذه الفتاة لفتاة في العقد الثاني من العمر تبكي بحرقة وتستغيط لإيجاد والدتها التي اختطفها ذوها بسبب خلاف على الميراث أثناء صفرها إلى بغداد من إقليم كردستان للسلام إرثها من زوجها الذي قضى في معارك ضد تنظيم الدولة يبدو أن كل الطرق أغلقت أمام الفتاة التي تعيش مع أختها في أربيل دون معيل ولم يبقى أمامها سوى مواقع التواصل للشماعي لتناشد من خلالها الحكومة العراقية إرجاع والدتها وتقديم الجنات إلى القضاء وعلى الرغم من إطلاق الحكومة العراقية بالتعاون مع الأمم المتحدة عام 2018 استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وحماية الناجيات من العنف فإن القوانين العراقية ما زالت تمنح مرتكب بعض الجرائم التي تستهدف أفراد الأسرة الواحدة في بعض القضايا أحكاما مخففة المادة 409 من القانون قانون العقوبات العراقي مثلا يقضي بالحكم على الزوج قاتل الزوجة أو أحد المحارم بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات إذا كان السبب ما قد يوصف بأنه ذوذ عن الشرف كما أن المادة الحادية والأربعين من قانون العقوبات العراقي الصادر عام 1960 تمنح الزوجة حق تأذيب الزوجة عرفا أو قانونا بحدود ما هو مقرر شرعا بحسب القانون كسة هذه الفتاة لاقت تفاعل شعبيا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي طالب بعض المغردين بإنصاف العراقيات مما وصفوه بظلم القوانين وإجحافها تجاه النساء في حين ناشد آخرون الحكومة التدخل الفوري وإنقاذ المرأة من قبضة الخاطفين طبعا الخاطفين هنا هم آلها قبل أن تواجه طبعا هذه المرأة مصيرا لا يحمد عقبا شهد الجنابي على سبيل المثال هنا في هذه التغريدة عبرت بكلمات بسيطة عن وضع النساء في العراق قائلة إن الوضع بات خارج القدرة على التحمل أما ماجد السورة ميري فأشهد بمواقع التواصل الاجتماعي التي أعطت الصوت للمستضعفات لإيصال أصواتهن إلى السلطات أهلا بكم متابعي تلفزيون العربي على يوتيوب معكم جمال عز الديني أدعوكم للاشتراك في القناة بالضغط على سبسكرايب لتصلكم إشعارات تغتياتنا الإخبارية وبرامجنا إضافة إلى التحقيقات الخاصة والوثائقيات